الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فكل عام وأنتم جميعا بخير بهذه المناسبة الطيبة ذكرى العاشر من رمضان وبهذه المناسبة الطيبة يصرنا أن نتوجه بالتهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائس جمهورية مصر العربية ولقواتنا المسلحة الباسلة وأن نوجه لقواتنا المسلحة الباسلة التحية والتقدير على ما قدمت من تضحيات وما حققت من بطولات في هذه الحرب التي قهرت فيها العدو الصهيوني الذي كان يقال حينئذ إنه لا يقهر وعبأت خطب أليف الحصين الذي كان يقال أيضا إنه لا يعبر ثم حققت عبورا متواليا بدحر قوى الأرهاب والشر وأخيرا حققت الدولة المصرية عبورا سالسا بافتتاح تلك الأنفاق التي طابت سيناء بسائر أنحاء الوطن فتحسينها بعماراتها وتنميتها ولا سيما بالبشر ثم إن لنا وقفات الأولى أهمية الوطن وعندما نتحدث عن الانتصارات نتحدث عن أيام عظيمة وهنا لابد أن نعي معنا الوطن ونؤكد الوطن دين أقول الوطن دين الوطن عرض الوطن شرف الوطن أمانة الوطن عزة الوطن كرامة وقد قالوا رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة هزيلة لأن الأول الفقير في دولة قوية غنية له دولة تحمله وتحميه والثاني الفقير الغني في دولة ضعيفة هزيلة قلق مضطرب لا أمان له لا في بلده ولا حماية له خارج بلده ليس كما قال أو كما كانت تسوق الجماعات الضل المنحرفة وتقول الوطن حفنة طعاب لا قيمة لها حتى من استخدموا هؤلاء حتى لو قلنا أنها عمالة أو خيانة للوطن فأوني حتى من استخدموا هؤلاء لم يقل أحد منهم على الإطلاق إن الوطن حفنة من الطعاب على الإطلاق بل إنهم يعتزون بأوطانهم غاية الاعتزاز إذن قضية الوطن هي قضية دين ومن ثمة نعسخ في أدبياتنا الدينية والثقافية دائماً أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان ثم إنا للنصر أسباباً استمعنا منها ما تلاه القارئ في صورة محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والحياة قائمة على الامتحان والابتلاء وقبلها في بداية الآيات ذلك ولو يشاء الله لن تصع منهم أي لن تصع من أهل الباطن وان تصع من أهل الضلال وان تصع من أعداء الإسلام وأعداء الأمر وان تصع من الآهاب والآهابيين وهو على ذلك قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولكن كما قال سبحانه ذلك ولو يشاء الله لن تصع منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ثم يفرق النص القرآني بين من قتل في سبيل الله ومن قتل في سبيل الدنيا في سبيل الشهر في سبيل الطغوط في سبيل المال في سبيل العمالة في سبيل الخيانة في سبيل الجماعات الضلة فيقول سبحانه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ثم يقول بعد ذلك والذين كفروا فتعسن لهم ولم يرد الدعاء بالتعاسة في غير هذا النص فتعسن لهم وأضل أعمالهم ومن أتعصه الله وأصابه بالتعاسة في أمر دنيا وفي آخرته والذين كفروا فتعسن لهم وأضل أعبالهم وبين الآيتين يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لكن ونحن في شهر المراقبة لله نصر الله لا يكون بالكلام أحسب الناس أن يطاكوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابعين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مست أم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل ممن كانوا قبلكم فيوضع المنشاوة على رأسه يمشط بأمشاط الحديد حتى يصل إلى قدميه ما يصرف ذلك عن دين الله ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لكن كثيرين يريدون أن ينتصر دين الله وأن ينتصر الوطن لكن دون أن يقدم هو أو أن يخصى شيئاً لا من نفسه ولا من ولده ولا من ماله لينتصر الدين بعيداً عنه ولينتصر الوطن بعيداً عنه وشأنه من قال الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيون اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخصان المبين الإيمان عطاء ثم بعض الناس يقول نريد أن نجاهد نقول لك الجهاد ليس قتالاً لن تستطيع أن تجاهد عدواً وعدوك الذي بين جنبيك من شهواتك متحكم فيك متغلب عليك لا يمكن لقوم أن يجاهدوا عدواً من ضياع لا بد أن نبني رجالاً وأن نبني شخصية إيمانية تؤمن إيمان الجبال بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك تؤمن بأن ما عند الله خير من الدنيا وما فيها تؤمن بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة أو أوحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها إذن لابد من عطاء العطاء ليس قتالاً فقط بداية مكارم الأخلاق حروب اليوم ليست كحروب الأمس ولم تعد الحروب كحروب الأمس محصوة في شكل قتالي وفي مواجهة مباشرة مع الأعداء فقط إنما اتخذت الحروب أشكالاً متعددة منها الحروب الاقتصادية ومن أخطر عوامل سقوط الدول السقوط الاقتصادي للدول نتيجة الكسل ونتيجة البطالة ونتيجة عدم فهم الدين بالعمل والإتقان وعمارة الكون وبناء الحضارات ومنها حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس باستخدام إصارة النعارات الطائفية والعرقية والمذهبية وتجنيد الجماعات الأرهابية وبس الشائعات في المجتمع وعوامل الإحباط والتحبيط ومحاولة نزع السقة بين الشعوب وبين قياداتها وافتراء الأباطيل مما يتطلب منه منتهى الوعي ومنتهى اليقظة وأن نؤكد أن من ينقل الكذب إذا كان الإنسان لا يتحرى فقط فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالماء إثماً أن يحدس بكل ما سمع وقلنا الكذب في التشير كالكذب في الحقيقة الكذب على مواقع التواصل بعض الناس كما قلنا من قبل يتخذ شخصية يتخفى فيها لماذا؟ ليبس الكذب وليبس الافتراءات هذا أكثر أنواع النفاق ما النفاق؟ أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن فالكذب أو تشير الكذب أو عدم تحرز الحقائق على مواقع التواصل كالكذب عياناً وقد أكدنا في خاطات رمضانية أن الصيام والكذب لا يكتمعان أبداً الصيام والكذب لا يكتمعان أبداً لماذا؟ أهم ما في الصيام وأعلى حكم الصيام مواقبة الله في السر قبل العلن إلا الصوم فإنه سر لي وأنا أجزي به إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به سر بين العبد والخالقه أهم ما في الصوم أن تعاقب الله في السر قبل العلن وأخطأ ما في الكذب أنه أول علامات النفاق وأعلى علامات النفاق فلا يمكن أن يجتمع الصيام والكذب ولا يمكن أن يجتمع الإيمان والكذب بل إن بعضهم عرف الإيمان بالصدق فقال الإيمان الحقيقي أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يدرك وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك لأنك تعلم علم اليقين أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليقطئك رفعت الأقلام وجفت الصحف فالمؤمن لا يكذب فما بالكم بمن يكذبون ويتحرون الكذب سماعون للكذب وقلنا فرق بين سامع ومستمع وسماع السامع قد يكون مركزا أو غير مركز والمستمع منصد أما السماع فهو الذي يسترق السمع ويبحث عنه ويقولون فلان هذا أذنه عند كل قول فما بالك بهؤلاء سماعون للكذب بحثون عنه نشارون له ثم يقول الحق سبحانه سماعون للكذب أكالون للسحت أي أنهم يأكلون السحت بكذبهم وفطاءاتهم علينا بالعمل إذا أردنا أن ننصوا دين الله عز وجل وأن ننصوا أوطاننا فلابد أولا من الوعي من اليقظة من التنبه لخطوة الشائعات لخطوة أباطيل الجماعات الضلة والمنحرفة وأن نقف لها بالمرصاد سواء على مواقع التواصل أم في السر أم في العلن بضحب أكاذيبهم وفطاءاتهم لابد أن نعمل لأن الدول لا تبنى بالكلام إنما تبنى بالعمل تبنى بالعمل بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل وإقلال أعوني أمة بلغت مناها بغير العلم والسيف اليماني فلابد من قوة وحتى تبنى جيشا قويا لابد أن تبنى اقتصادا قويا فهي عملية متكاملة ولذلك عندما نصف قواتنا المسلحة الباسلة بأنها يد تحمي وتحوص وأخها تبني وتعمر فأنت لم تستطيع أن تحمي ولا أن تحوص ما لم تبني وما لم تعمر وما لم يكن لك اقتصاد قوي وهذا لا يتأتى من شعب كسول ولا من بطالة إنما يتأتى بالجهد والعمل والعار إذن التضحية في سبيل الوطن وفي سبيل الدين متنوعة منها هؤلاء الموابطون على الجبهة قدم عبد قدم عبد تغبأت في سبيل الله حام عليهم النار ثم مع ذلك بالعمل كل مننا الطبيب في مشفاه والمعلم في تعليمه والصانع في صنعته حتى ننهض بوطننا ونحقق له مزيدا من العزة ومزيدا من الكرامة ومزيدا من النص هذا حق الوطن على أبنائه الوطن كما قلت الوطن دين الوطن دين وكل ما يقوي الدولة الوطنية هو من صميم مقاصد الأديان وكل ما يضعف شأن الدولة لا علاقة له لا بالدين ولا بالوطنية ولا بالقيم ولا بالإنسانية النبيلة كل عام وحضراتكم وقواتنا المسلحة وكل أبناء الشعب المصري بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته